محمود النادي الاهلي النهاردة كسب اتنين واحد كان متأخر بهدف قدر يسجل هدفين ومن كرات السابتة حبيب تبدأ بيه؟ حبيب أبدأ بالهدف التاني اللي جي من الكرة السابتة اللي دخلت للنادي الاهلي علشان الهدف ده أول ماتش ما كانش فيه حاجات كتيرة وطبعاً إحنا نقعد نزاك نجيب حاجة بس في الأول وفي الآخر اللقطة اللي جت هي ماتش ما كانش حلو؟ ووضح الإرهاق الكبير جداً على لعب النادي الاهلي ضغط كل ثلاث ماتشاط بها يبدأ يبان الفترة اللي جاية بس الهدف التاني اللي جي لنادي الاهلي وشغل المتفق عليه وحصلت في الدقيقة 38 في الشوت الأولاني تعال نشوف بص هنا لحظة لحظة نرجع بقى وقفشة بيكلم حسين الشحات بيقوله حاجة بيقوله حاجة بيقوله حاجة ايه الحاجة دي؟ بالضبط يا بيقوله على حاجة فهتلاقي حسين الشحات على طول هيقوم جاري ولعب الأوفر على طول أول ما الأوفر تلعب نقف لا لا معنش أنا يسف قبل الأوفر ارجع تاني عشان ارجعوش تاني شباب معنش أنا هدايك شوها محمول لا لا برحب عشان نزود على كنامك بس فضل كابتن طلعت يوسف كان معي على التليفون دلوقتي وقال لي أنا منبه على لعبة مودرن سبورت خدوا بالكو الأهلي بينفذ الدربات السابطة بسرعة جداً عشان منحقش إنه تمركز ده حقيقي فهو ده اللي حصل دلوقتي ده حقيقي بس ده لي علاقة بالهدف اللي جي التاني للنادي الأهلي يعني أول ما الليعب تلعب نفتح الكادر هنشوف حاجة مهمة جداً أول ما هتو طبعاً كل الدنيا وكل أفريقيا وكل مصر عارفة إن أكتر واحد بيطع القريبة يا طهر محمد طهر يا إلا محمد عبد المنعم صح فكل الناس تركزها مع مين؟ مع محمد عبد المنعم بص بقى على طهر محمد طهر لما بنرجع بقى لحظة بس في الأول خالص هتلاقي ان طهر محمد طهر كان هو وقف قدام مين؟ قدام الجون عشان تشتيت الناس كلها معاه وهو مفروض إن هو وقف هنا عشان خاطر يعمل بلوك للجون إن الجون لما يطلع ياخد الكرة يدايقه بس هو ما كانش هو وقف عشان يدايقه هو وقف عشان الناس كلها تاخد التشتيت بتاع اللعب المدر تاخد تشتيت العب ناد الأهلي كلها وفي الأخر طهر يجي يلعب الكرة زي ما انت شاف تعال ما نشوف الجون ماشي تعال نشوف الجون هنا ريدة أسليمة هيلعب الأوفر بص بقى لحظة مين بقى هنا داخل محمد عبد المنعم داخل ومع اتنين لعيبة مين اللي وقف قدام الجون؟ بيرستاو كل الناس ماشي اخدى بالا منهم بيرستاو أم جاي حط الكرة في الجون نفس الكرة اللي حاصل في الشوت الأولاني بس هل ده معناه إن كل الكرة تلعبت كده لا ما تلعبتش كده بس هي اتكررت في الشوت الأولاني فيدل إن مارسل كورور من كتر ما وعارف إنه بتذاكر وتحفظ بيحاول يعمل متنوع جدا 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 اللي بتلاقي ببرة على الثمانتاشر وحد يشوت واللي يعني كان جيمي وإنت كنت جايبين حالات شبه كده قبل كده نوع بقى متنوع كمان ده حي لإن كله بتذكر كله عنده محلين أداء فالشكل اللي بيلعب به نادي الأهلي خلاص محفوظ من قصة محمد عبد المنعم اللي بقى لها سنتين فإزاي إن هو يخلق حاجة مختلفة